أكد قيادينا في التيار الصدري أن التيار يعيش في حالة غليان داخلية بسبب ما تقوم به سلطة الإطارة التنسيقية ضد الصدريين في كل محافظات القيادي أضح أن اعتقال الناشطين واختطافهم إلى جانب الهجمات على قيادات صدرية في محافظات بابل وميسان وذيقار وفي غيرها من المحافظات ما هي إلا ممارسات قمعية تعيد زمن الدكتاتورية خاصة وأن تيار يستذكر اليوم استشهاد الشهيد الثاني محمد محمد الصدر ونجليه قبل خمس وعشرين عاما